بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأسماء المرفوعة وقبل أن نشرع في إعراب الأسماء لابد أن نذكر بأن الإسم تمر عليه حالات إعرابية محددة هي حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجر عندما أتحدث عن إعراب الأسماء فأنا أتحدث عن الرفع والنصب والجر وهي الدروس الثلاثة التي سندرسها في هذا الجزء من المنهج أول الأسماء المرفوعة تتعدد في اللغة العربية عدها بعضهم إلى عشرة أسماء أي عشرة أنواع من الأسماء أولها الفاعل الفاعل دائما يأتي مرفوع أقول ذهب هذا فعل ماضي محمد فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم إذن محمد إعرابه فاعل مرفوع وعلى مترفعه الضم نائب الفاعل أيضا من الأسماء المرفوعة مثل نصر المسلمون نصر فعل ماضي مبني للمجهول والمسلمون نائب فاعل لأن نائب الفاعل يأتي مع الفعل المبني للمجهول ولا يحظ هنا أن الإعراب أن الرفع جاء بعلامة فرعية وهي الواو لأنه جمع مذكر سالم إذن هنا نقول نائب فاعل النوع الثالث من الأسماء المبتدأ المبتدأ هو الجزء الذي يبدأ به الكلام الإسم الذي خال من العوامل اللفظية التي قبله وجاء في بداية الكلام نقول القراءة مثمرة لاحظ معي القراءة جاءت في بداية الكلام ولم تشبق بأي عامل لفظي نقول القراءة مبتدأ مرفوع على مترفعه الضم الضم الظاهرة على آخره الخبر هو الجزء الذي يتمم معنى الفائدة هنا مثمرة خبر والجملة الثانية هنا المجلدان كبيران المجلدان المبتدأ مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى وكبيران خبر مرفوع وعلى مترفعه الألف لأنه مثنى إذن هنا نقول خبر اسم كان أو أي من أخواتها صار وأصبح وأمسى وما زال وما دام وغيرها أسماء كان وأخواتها تأتي دائما مرفوعة أقول كان الجو جميلا دائما كان تدخل على اسم تدخل على ببتدأ وتدخل على خبر الأول يأتي مرفوع والثاني يأتي منصو بعكس إن وأخواتها كما سيأتي معنا النوع السادس اسم أفعال المقاربة أفعال المقاربة تعمل عمل كانة لكنها تشترط أن يكون جملة الخبر أن يكون الخبر جملة وإلا فهي تعمل نفس العمل عسى الله إذن هنا نقول هنا اسم كانة الإعراب اسم كانة وهنا اسم عسى مرفوع على مترفه الضم الظاهرة على آخره خبر إن كما ذكرنا أن كان وإن تدخل على المقاربة تدخل على الخبر فكان عندما تدخل ترفع الأول وتنصب الثاني أما إن بالعكس تنصب الأول وترفع الثاني نقول إن الله غفور رحيم إذن هنا اسم إن ماذا تلاحظ هنا هذه ملحوظة لازم نجيب عليها نلاحظ أن العلامة الإعرابية للرفع متعددة الحديث هنا عن الحالة عن الحالة هناك فرق بين الحالة الإعرابية اللي واحدة اللي هي الرفع وفرق بين علامة هذه الحالة تتعدد أحيانا تكون علامة فرعية وهي الضمة وهي علامة أصلية وهي الضمة فالضمة علامة أصلية في الرفع وأحيانا تكون بعلامات أخرى فرعية كما نرى هنا الألف لأنه مثنى ونرى هنا الواو لأنه جمع مذكر سالم النوع الثاني من المرفوعات الثامن من المرفوعات قالوا التابع لمرفوع أبواب التوابع في اللغة العربية أربعة أولها النعت اللي هو الصفة فالصفة تتبع من؟ تتبع الموصوف في إعرابه ثانيا العطف المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه ثالثا التوكيد التوكيد يتبع المؤكد في إعرابه رابعا البدل البدل يتبع المبدل منه في إعرابه هذه أبواب محددة للتوابع في اللغة العربية نطبقها على أبواب الرفع نقول ذهب محمد محمد هنا فاعل مرت معنا لكن المجتهد هنا جاءت صفة صفة مرفوعة لماذا مرفوعة؟ لأنها تبعت محمد ومحمد فاعل مرفوع أيضا العطف نصر عثمانو عثمانو أخذناها في المرة الماضية هي نائب فاعل نصر عثمانو عثمانو هنا نائب فاعل لأن الفعل مبني للمجهول وهذه حرف عطف حرف عطف وعلي جاءت مع طوفة مرفوعة لماذا مرفوعة؟ لأنها عطفت على عثمان المرفوع فيتتبع له حضر الطالبان كلاهما الطالبان فاعل مرفوع على مترفعه الألف لأنه مثنى لأنه مثنى فهو فاعل مرفوع أريد أن أؤكد حضورهما فأقول حضر الطالبان كلاهما كلاهما أيضا هذا يسمونه توكيد توكيد وجاء طبعا توكيد مرفوع وعلى مترفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى فجاء على نفس إعراب الطالبان فهو توكيد مرفوع النوع الرابع والأخير من أنواع التوابع وهو البدل البدل وهو أن يأتي إسمان أحدهما يمكن أن ينوب عن الآخر جاء أبو حفص عمر وممكن أقول جاء عمر أبو حفص وممكن جاء أبو حفص وممكن جاء عمر فأبو حفص وعمر كلاهما لشيء واحد نقول هذا بدل بدل من هذا هذا ماذا إعرابه يعرب فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف وحفص مضاف إليه وعمر بدل مرفوع إذن وعمر مرفوع من إيش مرفوع لأن تابعه الذي هو أبو مرفوع فجاء مثله فنقول بدل مرفوع ينتهي في هذا النقطة تنتهي موضوع أو ينتهي موضوع الأسماء المرفوعة وندخل إن شاء الله إلى باب الأسماء المنصوبة